في خطوة قد تزيد الموقف السياسي في ليبيا تعقيدا أعلن مجلس الدولة الاستشاري توليه السلطة التشريعية في البلاد بيان المجلس رفض ما وصفه بالتصعيد العسكري من طرف قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر واعتبر تعيين حكام عسكريين للبلديات بدلا عن المجالس البلدية المنتخبة اعتبرها نوعا من الانقلاب العسكري كما رفض المجلس الاستشاري الدعوات التي تحاول فتح مصار تفاوضي جديد بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب مشيرا إلى أن حكومة الوفاق جسم تنفيذي انبثق عن الاتفاق السياسي وليس طرفا في الحوار وأعلن مجلس الدولة الاستشاري في البيان اتخاذه عدة خطوات أبرزها بدء ممارسته كافة السلطات التشريعية إلى حين انعقاد جلسة صحيحة لمجلس النواب حسب البيان مطالبة النواب بالالتزام بالاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخرات دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتقديم الدعم للنواب لعقد جلسة في مكان آمن كما دع المجلس الرئاسي للاستمرار في عمله واستكمال تشكيل الحكومة وطلب من المجلس ممارسة صلاحياته كقائد أعلى للجيش وتأمين مناطق سيطرته وعلى رأسها العاصمة ترابلوس مجلس الدولة الاستشارية حمل رئيس مجلس النواب وممثله في المجلس الرئاسي المسئولية كاملة لما آل إليه الوضع السياسي الراهن في ليبيا واتهمهم برفض العمل وفق بنود الاتفاق السياسي ويذكر أن مجلس الدولة هو جسم استشاري انبثق عن اتفاق الصخيرات ويتكون من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهي ولايته